AST to ALT Ratio Diritis Ratio بعد ما بنعمل تحليل ال liver function test بنقارن السيروم AST level مع ال ALT levels وبنعمل ما بينهم ratio من خلال ان احنا بنسم ال AST على ال ALT ال ratio ما بين ال ALT وال AST بتبقى useful في تقييم الاتيولوجي او سبب liver enzyme abnormalities بمعنى لو زاد ال AST وال ALT عشان نقدر نفرق ما بين الاسباب المختلفة اللي قدت لزيادة ال AST وال ALT بنعمل ما بينهم ratio والRatio بتقدر تفرق ما بين مجموعة من الامراض الخاصة بالكابل لو طلعت ال ratio less than 1 ده بتدينا indication على acute hepatitis, viral hepatitis, and infectious mononucleosis في الحالة دي ال ratio بتبقى أقل من 1 لان الزيادة في ال ALT بتبقى higher than the AST ال AST وال ALT عبارة عن 2 enzyme بنستخدمهم في liver function test ولكن بيبقى لهم different distribution inside hepatocyte بمعنى ان هما موجودين في أماكن مختلفة داخل ال hepatocyte ال ALT primarily بيبقى موجود في cytoplasm وب liver cells عشان كده اي slight liver damage ال ALT firstly leak into bloodstream بمعنى ان ال ALT موجود في cytoplasm أول ما بتفتح cell membrane نتيجة لأي injury حتى لو انجري بسيط اللي حمسميه slight liver injury في الحالة دي على طول ال ALT بيهرب ويوصل لل bloodstream علشان كده ال ALT بيحصل له increase في LCR بينما ال AST 80% منهم موجودة داخل الميتو كوندرية of liver cells علشان كده في حالة slight liver cell damage ال AST don't leak into bloodstream لان في الحالة دي الميتو كوندرية بيبقى سليم فمعظم ال AST ما بيخرجش وعشان كده ال ALT هو اللي بيزيد وما بنيجي نعمل النسبة ما بينهم بنقسم ال AST على ال ALT النسبة بتبقى أقل من واحد وده بيدينا indication على الأكيوت هباطايتس اللي بتعمل inflammation وتكسير لمعظم الهباتوصيد بينما في حالة ال AST to ALT ratio greater than one في الحالة دي بتديني indication على alcoholic cirrhosis liver congestion metastatic tumor of the liver في الحالة دي الزيادة هنا بتبقى نتيجة لزيادة ال AST أكتر من ال ALT لان في حالات السيروسيس ومعظم الخلايا بيحصل لها severely damaged عشان كده الميتوكوندريا of liver cells are injured او بيحصل له damaged نتيجة للsevere liver damage اللي بيحصل في حالات السيروسيس والالكوهوليز علشان كده بنلاقي ال AST level highly increased more than ALT عشان كده ال AST to ALT ratio بتبقى greater than one ولكن ال D-Ratio بتبقى less accurate if AST level exceed 10 times normal ranges بمعنى لو ال AST زاد بشكل كبير جدا اكتر من normal value بعشر مرات في الحالة دي ما بنستخدمش ال D-Ratio لانها بتبقى less accurate موسيقى موسيقى